بيبدأ الفيلم مع جيك اللي بيشتغل كمنسق في مستودع وراء هوس 24 جيك سمع صوت فرقعة قوية فجأة خضت الموظفين وهزت المبنى بعد شوية ظهر المديرين وسألوا زى حد عارف كان ايه الصوت ده لان الزلزال مش حاجة متعودين عليها في لندن طلع عمود دخان من مبنى جنبهم وحد قال انه اكيد كان فيه تفجير اتحل الغموض ده لما راح مشرف بره يشوف عربيته ولقاها اتضربت من توربين طيارة جوه المستودع الباب اللي بيفتح ويقفل لوحده بدأ يقفل والمديرة بصت للموظفين وهي مستنية تفسير لكن محدش رد عليها في الوقت ده لوسي كانت ماشية مع كلبها وشافت حتت من الطيارة واقع حواليها حاولت تتصل بحده علشان تعرف ايه اللي حصل لكنها كانت هتدهس من عربية مدرعة عدت جنبها بسرعة الكلب فلت من الحبل وراح جاري على حاوية كبيرة فضية ومفتوحة لوسي شافت ان جوه الحاوية كلها وسخ وفيه باب ابيض قبل ما تقدر تحقق اكتر الكلب فلت تاني لقيته مرعوب وبيبص على منطقة مظلمة لحد ما بدأ ينبح وراح جاري في الاتجاه ده من غير ما يكون عندها الشجاعة انها تروح وراه لوسي اترعبت من صوت صفير غريب وبعدين سمعت انين حد بيتقلم في نفس الوقت تشارلي كان متعلق في زحمة مع صاحبه مارك كان متدايق من انه انفصل عن شركته شيلي ومش قادر يبطل كلام عنها عن الطيارة العسكرية واللي وقعت في وسط لندن لسه مفيش تفاصيل كتير لكن الاعتقاد ان الطيارة دي كانت شايلة حاجة خطيرة والان الحطام متنطور في كل المنطقة عملوا منطقة حجر صح في وسط المدينة وبعد ساعات شارلي وصل اخيرا لوارا هوس 24 علشان ياخد حاجاته بعد الانفصال مارك مش مصدق لما شاف عربية شيلي عارف انها هتعمل مشكلة مخارج المستودع لسه مسدودة بسبب عطل في النظام وفني اسمه بوب بيحاول يصلح المشكلة قدر يفتح واحد من الابواب بأداية دوية وكده اتنين اصحابه قدروا يدخلوا والمديرة قدرت تخرج لكن الحل ده مؤقت والباب المعدني قفل تاني لوحده بوب قال لجيك انه محتاج يعدل نظام الطوارئ وإلا هيفضل كده طول الليل وهيكون مضطر يفتح القفل يده وفي كل مرة حد عاوز يعدي المنصق اخد بوب للدور الارضي وشاف ان غطت تكييف مكسور لكن ما اخدش باله قوي لما سمع اصوات غريبة سأل بصوت عالي اذا حد تاني موجود لكن ما فيش رد لسه شاكك بدأ يمشي ناحية المنطقة المظلمة ويشغل لمبة واحدة فجأة ظهر جيك وخد بوب المنصق اخد بوب لما كان القاطع وساب ومشي لكن وقف على السلم بعد ما سمع صوت غريب زي صوت اداة وقعت لما ما فيش حاجة حصلت قرر انه تجاهل الموضوع ورجع للاستقبال في الدور التالت شيلي كانت بترتب حاجتها مع اثنين من اصحابها نيكي وكريس لما وصلت شارلي في مزاج وحش وبدأ يهاجمها حاولت تكون دبلوماسية اكتر وقالت انها سابت رسالة انها هتيجي في الوقت ده بالزبط علشان تتجنب الاحراج سألته ايه اللي هو عاوزه وقال انه عاوز يعرف ليه سابته شيلي شرحت انها كانت بتسأله عن الحاجات اللي عاوز ياخدها مارك كان على وشك يموت من الاحراج التاني لما فجأة الانوار طفت في الاستقبال شيك بدأ يقول انه بيكره الشغل ده وراح يشوف بوب بيعمل ايه في الدور الارضي لقاء قاعد على السلم بيلعب بالكابريت في الظلمة نزل شيك كم درجة وتفاجئ انه لقى الفني بيتهاجم وبعدين لقى مخلوق مرعب وهو مرعوب من الخوف شيك طلع على السلم ومسك الباب يقفله المخلوق بدأ يدق على الباب بقوة رهيبة وعمل فيه شوية خروم بسرعة لما حاس انه مش هيقدر يقفله جيك ساب الباب بسرعة وجري وفي الكابينة في الدور التالت الجو لسه وحش وتشارلي بقى مزعج اكتر مع طلقته ولان ما فيش نوره علشان يشوفه الحاجات مارك اقنعه انه يمشي ويسيب لها الحاجة لما النور رجع كريس بدأ يشتكن وجعان وان ده كله بياخد وقت طويل صديقته حذرته انها مش هتسيب صاحبتها في الموقف ده ابدا شيلي قالت ان فيه مكنة سناكس في الدور الارضي ونيكي قررت اروح معاه في نفس الوقت تشارلي ومارك بيحاولوا يخرجوا من المستودع لكن ما فيش حد بيرد عليهم لما بيسأله وحتى التليفون مش شغال مارك حس بالهدوء لما شاف عربية الفن برا حاول يتصد بالرقم المكتوب على العربية لكن اكتشف انه ما فيش شبكة على الموبايل لما سألت تشارلي يجرب صاحبه قال ان شيلي يسابته بالتليفون وعلشان كده موبايله في خاع النهر دلوقتي مع تزايد توطره من الموقف حاول يكسر الازاز بطفاية حريق لكنه ما قدرش يعمل غير شرخ في الازاز كريس بدأ يصخر من موقف تشارلي ونيكي حاولت ما تضحكش عليه لما شافت ان الحمام النساء مقفول طلبت من صديقها انه يبقى واقف على الباب وهي بتدخل الحمام لما قعدت مر زلة على الارض زي حد تاني موجود كريس فتح الباب لحظة علشان يستعجلها وقافلوا تاني قبل ما تسأل اذا حد دخل ولا لأ نيكي خافت من انقطاع الكهرباء تاني لكن لما النور رجع ما فيش حد في الحمام بس لقت ان فيه باب ابيض نازل من السقف بعدين سمعت صرخة وراحت تجري في الممرات علشان تحقق والنور طفى تاني كريس شاف باب مفتوح واستخدم نور موبايله علشان يدور جوه وكان هيموت من الخوف من كمية المانيكانات الصدمة كانت اكبر لما واحدة من الوجوه تكلمت معاه لكن بعدين كريس اكتشف ان ده جيك ودي ما كانتش حاجة مريحة خالص لان المنصق كان هيموت من الرعب بدأ يردد انهم محتاجين يهربوا قبدي ما المخلوق يوصل كريس ما كانش عنده وقت علشان يتصرف لان وش جيك اتمسك فجأة بيد وحشية والراجل اتسحب بعدها في الدور اللي فوق شيلت فاجئت لما مارك وطلقها رجعه مارك شرح انهم بيدوروا على جيك لانهم مش قادرين يخرجه شارلي بدأ يبعد اشارات لصحبه علشان يسيبه في حاله لكن شيلة فهمت الكود الاول واتديقت من الاسرار شارلي سألها تقوله عمل ايه غلط وردت انه مفيش حاجة هي بس مش بتحبه تاني ولازم يقبل ده شيلة مشيت بعصبية ومارك قال انه هيتكلم معها بس بعدين اكتشفنا ايه اللي بيحصل بجد لاتنين كانوا في علاقة مارك عايزها تقول لطلقها لكن هي خايفة انه هيتدمر نفسيا واضح ان مارك مش مهتم خالص بتشارلي اللي كان واقف على بعد كم متر وفاكر انهم بس بيتكلموا نيكي وصلت تسأل على كريس وشارلي قال انه مش شايفه وشرح انه رجع علشان المستودع مقفول وما فيش طريقة للخروج في الوقت ده سمعه صرخة حيوانية بتتردد في المبنى مارك قال لي شيلة يستنى مكانها وهو هيدور لما مارك شافت شارلي حاول يداري لما صاحبه سأله عن شيلي لكن هي قررت تمشي وهي لسه بتلبس شارلي على طول فهم اللي بينهم وضرب مارك بلاك ما قوية وقرر ان مارك يستاهل نفس الحاجة شيلي فصلت لاتنين عن بعض وحاولت تشرح اللي عندها لكن طلقها ما كانش قادر يسمعها طلع الكابريت اللي استلفه من صاحبه من جيبه وشاف ان العلبة كانت هدية من موتيل واكتشف انها كانت بدخونه من فترة طويلة شيلي اعترفت انها اخترعت كل رحلات الشغل واعتذرت لكن شارلي ميشي علشان ما يبكيش قدامهم نيكي خاب امالها في صاحبتها فراحت وراه علشان تدعمه لما عدت على كبينة المانيجانات قالت انها سمعت صوت والاتنين قرروا يدخلوا جوه كريس قاعد في الركن زي ما يكون في حالة زهول زي ما يكون مصدوم شارلي يفكر انه بيهزر لكن نيكي خافت وقربت علشان تسأله ايه اللي حصل لما تحرك لقيته مجروح وبدأت تنظف وشه لكن بعدين نقطة جديدة نزدت في نفس المكان التصرب الغامض ده جاي من السقف وتشارلي اخد موبايل كريس علشان يعرف مصدره لما شال واحد من الالواح نور المنطقة وقال ان ما فيش حاجة غلط لكن لما خلص الجملة جيك ظهر جنبه مضروب ومش قادر يتكلم شارلي وقع من الكرسي من الخضة ونيكي خرجت من الكابينة علشان تاخد نفس لما مارك وشيلي لحظوا خفها دخلوا الكابينة كمان شارلي قال انه لسه شايف المنسق وكريس بدأ يهمهم انه كلهم هيموتوا وزي ما الموقف كله غريب ظهر راجل في بجامة وبيدردق مع جون اسنان ومسك نيكي الاصحاب راحوا يساعدوها على طول وشيلي ضربته وهي مصدومة من سلسلة الخض اللي ورا بعضها نيكي فكرت انهم لازم يتصرفوا مع الراجل ده دلوقتي متأكدة انه هو المسؤول عن كل حاجة بس بعدين اكتشفوا ان الغريب ده ما كانش معاه اي اسلحة غير فرشة الاسنان المجموعة قررت يربطوه وهم بيفكروا ايه اللي هيعملوه لما رجع لوعيه الراجل بدأ يهزي اسمه ديفيد وباين انه شاكك انه كلهم شغالين عند امراضه واللي اسمها ماري نيكي بدأت تفهم ان عقله تعبان لكنه مش مجرم هو بس مهوس باسمة الممتلكات ديفيد كان عايش في كابينة في وراء هوس 24 من وقت طلاقه علشان يهرب من محامي ماري اثناء التحقيق صوت صفيرة عبر المبنى زي ما يكون حاجة بتتجسس في علبة التكيف بعد كده تشارلي قال لي نيكي تقفل باب الكابينة وهي سمعت الكلام لكنها كانت خايفة جدا الصوت فجأة وقف لكن النور طف بعدها وحاجة بدأت تدق على الباب بقوة كريس بدأ يخاف وكرر ان المخلوق هيمسكهم كلهم لما الباب اتفتح جاري من الكابينة وجاري في الممرات والمخلوق الكبير بيجر وراه كريس حاول يستخبه لكن المخلوق لقاه وجهه المخلوق ضغط عليه زي ما يكون بيسمع نبضه وبعدين قرر يطلع قلبه من غير رحمة في نفس الوقت ديفيد كشف حاجة مفيدة للمجموعة وقال ان كابينته هي الوحيدة اللي بتتقفل من جوه هو تأكد ان يرتبها بالشكل ده علشان لو ماري تكتشف مكانه بعدين راحوا الدور الرابع وديفيد بدأ يدور على المفتاح مع تزايد الاصوات اللي بتهددهم في المبنى التانيين بدأوا يزهقوا من التأخير والضغط زو التوتر ديفيد هو بس قدر يفتح الباب لما المخلوق كان خلاص هيلقيهم وكان هيدخل معهم كمان دلوقتي هم في امان مؤقت بدأوا يتعاملوا مع الحقائق الغريبة اللي شافوها واحد من الحيطان في الكابينة متغطي بتلفزيونات وديفيد قال انه كان بيتابع الاخبار عن قرب من وقت حدثة الطيارة لكن التانيين كانوا مركزين على دراما حياتهم دلوقتي وكمان علشان معزولين في المستودع مفيش حد كان واخد باله من خطورة الموقف السلطات حزرت الدخول لوسط لندن تبعت الدبابات علشان تتعامل مع تهديد محتمل لكن مفيش حد قال بالزبط ايه هو التهديد ده ديفيد راهن ان المخلوق ده كان كائن فضائي بيتنقل بالطيارة اللي وقعت وعلشان كده الحدثة اتعملت بالطريقة دي الحكومة لسه مش عارفة فين الكائن الفضائي وده ممكن يوضح كل الاجراءات الامنية اللي الحكومة بتعملها ماركي سأل التانيين ده هم مصدقين راجل عايش في وحدة تخزين لكن التنمر بتاعه ده ما كانش مفيد خالص بعد ما كلهم شافوا الكائن الفضائي بعنيهم شارلي قال ان المهم دلوقتي انهم يخرجوا من هناك باسرع وقت ممكن افتكر لما هو نفسه دخل المبنى ازاي قال ان الفني كان عنده جهاز علشان يفتح القفل لمدة لحظات ديفيد اللي عارف المبنى كويس قال انه اكيد راح الدور الارضي علشان يصلح حاجة لو يقدروا يلاقوا الفني او على الاقل الحاجة بتاعته هيقدروا يفتحوا الابواب المعدنية ويهربوا لكن لسه في مشكلة كبيرة في الخطة دي لان الدور الارضي بعيد خمس ادوار وده هيزود فرص المواجهة مع المخلوق مفيش طريقة يتنقلوا بها من دور للتاني عن طريق نظام التكييف وللاسف ديفيد مش من النوع اللي بيحب يجمع اسلحة لكن جرانهم ممكن يكونوا من النوع ده والحسن الحظ هو مش من النوع اللي بيحترم ممتلكات الناس واحدة من مميزاته كمقيم هي بالزبط انه يقدر يدخل محتويات الوحدات التانية عن طريق فتحات التكييف حسب تعليماته شارلي كان اول واحد يجرب ومارك دخل وراه على طول بدأ السكوت يبقى غريب بعد كم دقيقة من الزحف مع بعض ومارك بدأ يتكلم عن المثلث العاطفي ويحاول يشرح موقفه شارلي قطع كلامه على طول وقال انه بس بيستحمل صحبته طول ما هم يحتاجوا علشان يعيش رجعوا للسكوت مرة تانية الاتنين وصلوا الواحدة من الكبين الكبيرة وبدأوا يفتشوا في كل السنديق قرروا العملية في كل واحدة يقدروا يدخلوها لقوا حاجات غريبة كتير لكن مفيش حاجة مفيدة اوي في الاخر جهدهم جاب شوية سككين ووكي توكي والعب نارية وشومة وفي طريق الرجوع مارك هو اللي راح لقدام الاتنين وقفوا لما الاصوات المهددة عدت جنبهم لكن بعدين استمروا لما الصوت وقف فجأة المخلوق بدأ يدق على حطان فتحات التكييف في المكان اللي تشارلي فيه الاتنين حاولوا يسرعوا لكن المخلوق لحق بيهم بسهولة لحد ما تخلى عنهم لما راحوا الفتحات اللي فوق مارك طلب من تشارلي يسلموا الشنطة اللي فيها الحاجات اللي جمعوها لما جاء دور تشارلي علشان يطلع الهجوم بدأ تاني قدامه على طول حطان التهوية كانت بتتقطع وصباع ضخم بدأ يطلع مارك قرر ينقذ نفسه وسابت تشارلي ولما وصل قال انه عمل كل حاجة علشان ينقذ صاحبه لكن ما قدرش يوقف العدو الوحشي هما بيستعدوا للرحلة للدور الارضي بنشوف ان تشارلي هرب ولما طلع في كابينة عشوائية حاول يشوف شوية سنديق لكن لقاهم مليانين ألعاب الأصوات اللي جاية من جوه النفق خوفته وخاف انه يتحبس في الكابينة دي فكسر الباب علشان يخرج المخلوق كان مستنيه في الممر من غير خيارات تانية شارلي رجع لللي عنده وقدم لعبة محشية قطن المخلوق يتفاجئ من دفاعه الغريب ورفض الهدية بضربة واحدة وطير راس الدبدوب وفي وسط الزحمة كلب صغير مزعج اتشغل وسلوكه الغريب لخبط المخلوق شارلي استغل الفرصة وهرب وراح جاري من غير هدف لحد ما تصدم بمارك التانيين تصدموا لما شافوا شارلي عايش وشيلي بصت بنظرة غضب لصديقها الجديد من غير وقت للخلافات شارلي حذرهم ان المخلوق جاي عاولوا يجروا تحت لكن المواجهة كانت حتمية قدام المجموعة ديفيد قال انه عارف هو بيعمل ايه وطلب منهم يهربوا خطته الأساسية انه يهين المخلوق يفضل يقرنه بامراته ماري او حتى يعده ديفيد عارف ان ده مش هيخلصه منه لكن بما انه قرر يضحب نفسه يفضل انه يعملها باسلوب ديفيد اتهاجم في وشه على طول وبعدين ادى ستراسه وبفضل الحركة البطولية دي التانيين قدروا يوصلوا للدور الارضي شارلي قسم المجموعة الفريقين واختار انه يفضل مع نيكي والدور الارضي كان مضلم تماما ولما الاتنين تقدموا البطء بنشوف ان المخلوق كان متكور في ركن مستني الفرصة شارلي ونيكي لقوا اللي باقي من بوب وكتمش مئزازهم علشان يدوروا على الجهاز وللمفاجأة الفن رجع للحياة مرة اخيرة علشان يخدت شارلي لكن على الاقل لا قال اللي كان عايزه والاتنين رجعوا للدور الارضي ماركي كان مستني الواحده وقال ان المخلوق خد شيلي شارلي حس باليأس ورفض يمشي من غيرها وضرب المنافس بتاعه لما حاول يمنعه من الرجوع بعدين ماركي قرأ يلجأ للخسة والندالة مرة تانية وقال انها استمتعت بالأيام اللي قضيتها معاه اكتر منه بهدوء شارلي شرح له ان بس الشخص الوحش هو اللي ممكن يفكر ان دا سبب علشان يسيبه يتعرض للهجوم قال كمان ان ماركي في اعماقه من جواه معتمد عليه في كل حاجة ومش قادر حتى يلاقي صديقة من غير ما يسرقها منه وهم بيضربه بنشوف ان مش هما الواحدين اللي انجزبوا للبنت دي شيرلي متعلقة في الهوى كانت في قبضة المخلوق لكن هو مش مستعجل اول مرة دي بكل هدوء شيرلي سحبت سكينة من جبهة وجرحت المخلوق وهربت من قبضته شارلي كان بيطلبها على الراديو واخيرا ردت وطلبت منه يسرع على طول معجبها الجديد ظهر لكن زائره فجأة وقف ولقف صوت جديد جاي من الممر كان نفس الكلب الصغير المزعج لكن دلوقتي كان النسخة اللي تعززت بالالعاب النارية لسبب معين انجزاب اتكرر والمخلوق بس مستنى اللعبة تقرب شارلي ونيكي كانوا مستخبين في ركن الممر واضطروا يسدوا دانهم أثناء الانفجارات شارلي اتحرك من خلال الدخان لشيلي وحضنوا بعض لما انضم ليهم نيكي وراحوا تحت بنشوف ان المخلوق دي سعيش وغطبان جدا بكده الامل الوحيد انهم يقدروا يفتحوا الباب بالجهاز ويهربوا في الوقت المناسب لكن التلاتة ما قدروش يوصلوا للاستقبال لان ماركي سد الباب بالشومة كان باين انه مضطرب جدا ورافد يسمع رجاء أصحابه اللي بيترجوه يسيبهم يخرجوه لحسن الحظ تشارلي قدر يضغط على الباب ووصل جهاز بوب وتجاهل ماركي الخاين بس شيلي عبرت عن نفسها وضربته على وشه لكن العقاب المتأخر ما أخدش وقت ظهر المخلوق قدام مارك ومسكه من كتافه وبدأ يستمتع بوشه وتشارلي اللي تعب من الكائن اللي ما بيقبلش الهزيمة بدأ يضربه بالشومة المخلوق مسك راسه وتشارلي بس يقدر ينقذ نفسه لأن نيكي شغالت طفاية الحريق وده صدم المخلوق مؤقتا في أول فرصة شارلي غرز الشومة في صدر المخلوق وقال انه بس عاوز يروح لبيته وتاني يوم الصبح التلاتة اكتشف ان الرجوع للبيت مش هيكون ممكن أبدا لأنهم لما خرجوا من وراء هوس 24 لقوا ان لندن تحت غزو فضائي كامل ودي نهاية الفيلم ونتقابل في تلخيصة جديدة وشكرا للمشاهدة